أولا كيف يمكن معالجة هذا الأمر دون الذهاب في فتنة طائفية لأن هناك مخاوف من إحداث أي فتنة طائفية حذرة منها سابقا لا أعتقد بأن الفتنة الطائفية تلوح في الأفق في هذا المجال لأن الخطر هو على الجميع الخطر هو على المقيم الذي يستقبل النازحين والخطر على النازحين أيضا كان هناك كلام لافت لرئيس بلدية بلدة العبادية حيث حصلت مجزرة قبل 24 ساعة أو 48 ساعة في قضاء علي ذو الغالبية الدرزية عندما قال بأنه صحيح أن هناك عدوان إسرائيلي وهناك مجزرة إسرائيلية ووحشية إسرائيلية في ضرب الهدف الذي ضرب في بلدة العبادية قرب مدينة علي إنما أيضا المطلوب من المسؤولين العسكريين ومن المسؤولين الحزبيين المعنيين وكان يعني حزب الله بأن لا يتجول بين المدنيين لا يتجول حتى في مراكز النزوح ولا في مراكز الاستقبال يعني حتى لا يصاب بالأضرار وبالأزى لا الأبناء النازحين أبناء الفئة النازحة ولا أبناء الفئة التي تستقبل النازحين برحبة سطر دعيني أقول بأن المشكلة هي التالية المشكلة هي أنه لا أحد قادر على التواصل مع قيادة صاحبة قرار في حزب الله لقد اختفى جميع القادة من حزب الله وحتى حركة أمل غير قادرة على التواصل مع قادة حزب الله على الأرض هؤلاء يتحركون بسرية تامة وأيضا ما بالك إذا كان المطلوب أن يتواصل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جمبلات من أجل منع دخول هذه الأسلحة والمسؤولين الحزبيين الذين يدخلون إلى هذه المناطق وبالتالي يجري استهدافهم وقتل المدنيين والغير المعنيين بهم مباشرة نقطة أخيرة هي أن خيادة حزب الله غير معروفة رئيس الحكومة قال أنه لا يتواصل مع حزب الله لا يعرف من هم حزب الله وليد جمبلات يقول أنه لا يعرف من هم حزب الله وليس هناك من تواصل أبدا مع أحد الجماعة اختفوا عن وجه الكرة الأرضية هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة أيضا سيكون لها تداعيات المشكلة لا تقف فقط على التحركات الآن إذا كانوا هم لا يعلمون من هم حزب الله الآن هذه لها تداعيات سياسية عندما يكون هناك حديث على وقف اطلاق النار وتطبيق القرار سبعة صفر واحد أعطيني إجابة سيد علي حمادة باختصار في هذا الشأن قبل أن تقل إلى محور آخر مع سيد علي السبيتي نعم لأنه هناك هناك فارق ما بين الخطاب الذي نسمعه من رئيس مجلس النواب المولج بملف التفاوض وهو الأستاذ نبيه بري الذي يقول نحن مع القرار ألف سبعمائة واحد وكل مندرجاته حتى الآن غير واضح ما هي المندرجات التي يتحدث عنها فيما يتعلق بحزب الله في كل الأطلالات الأخيرة للأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لم يتحدث لا من خريب ولا من بعيد عن القرار ألف سبعمائة واحد تحدث فقط أنه يريد وقفا لإطلاق النار وهذه نقطة غريبة وتحتاج إلى توضيح وليس هناك من يوضح لأحد والنواب حزب الله الذين يتجولون في بيروت والذين يأتون إلى مجلس النواب ليست لديهم أي إجابات أعتقادي أنهم ليسوا على اتصال مع القيادة الفعلية لحزب الله وقيادة سرية إضافة إلى الظهير الإيراني الذي يبدو أنه موجود في كل مكان على الأرض اللبنانية